السؤال الحلقة هل من الممكن أن يجرب المسيح بالخطيئة معنا دكتور فريد زاكي خادم الإنجيل ودكتور فريد أنت ذكرت طبعا المحور الأول هي نظرة إلى المسيح وتكلمت عن هوية المسيح عن هوية المسيح تكلمت عن اللهوت وعن النسوت ونحن في صدد المحور الثاني اللي بيتعلق بشهادة الكتاب المقدس أو شهادة الوحي فإذا سمحت ممكن تحكي لنا أكتر عن أوصاف المسيح وعن الشهادة اللي بيتكلم عنها الوحي أتكلم أولا عن الشهادة عنه عندما كان على الأرض أولا شهادة الأب بعد تلاتين سنة المسيح كان في النصرة لم يبدأ بعد معجزات لم يبدأ تعليم عند المعمودية السماء مفتحت وصوت الآب يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت هل يقول هل قالها الآب عن أي شخص لا هل الآب من السماء وده صوتك كل سمعوه في نهر الأردن هل من الممكن أن يقول هذه العبارة عن شخص قابل للخطأ لا نعمة اتنين أي رأيك في شهادة الشياطين لما كان يقترب المسيح ليخرج يأمر الأرواح وتخرج كانت تصرخ نحن نعلم من أنت قدوس الله الأب شاهد الشياطين شاهدت لكن كمان لما نتقدم بقى بطرس وقف أمام اليهود يوم الخمسين وتكلم بكل مجاهرة عن أن المسيح مكتوب عنه في مزمور ستاشر ثم هو اقتبس هذا المزمور يقول لن تترك نفسي في الهاوية أي عندما مات المسيح وأسلم الروح لن تدع قدوسك يرى فسادة الحقيقة أنا بقف قدام كلمة قدوسك يعني القدوس المتفرد عند الله قدوسك أنت You're holy one in English لا وفي العربي وفي العبري واضح الكلمة وفي العربي وفي العبري جميل نيجي لشهادة أشهر ثلاث رسل كتبوا لنا فشهادة بولس رسول يقول عن المسيح في كورنسو ستانية خمسة عدد واحد وعشرين يقول الله لكي يصالحنا غير حاسب لنا خطيانا لأنه جعل الذي لم يعرف خطيانا خطيانا لأجله واضحة جدا أن المسيح لم يعرف الخطيانا نحن ما قدرش أقول ولا كائن آخر لم يعرف الخطيانا ممكن ما عملناهاش لكن هو لم يعرف الخطيانا شهادة بطرس يقول إيه بطرس اللي عاشره يقول عن المسيح في بطرس الأولى 2 اتنين وعشرين الذي لم يفعل خطي ولو وجد في فمه مكر شهادة يحنى آخر الرسل حضرتك أشرت أنه كتب في رسالة الأولى رد على الغنوسية بصفة خاصة فقال كده وتعلمون أن ذاك أظهر في رسالة الأولى الصح 3 عدد خمسة وتعلمون أن المسيح أظهر لكي يرفع خطيانا وليس فيه خطي ليس فيه دايما نقول يحنى بتاع اللاهوتيات والعمق فهو بيقول يا جماعة مفهوش عنصر الخطي ودول جماعة عاشوا مع المسيح 3 سنين عصروا فهي جملوا مين وبعدين لا مش بس عصروا ده في أضف كده دول حاتهم انتهت بالاستشهاد يعني هم عارفين انه هم مش مرويج أكاذيب لانه هذا الكلام وتمسكهم بالإيمان الى انه هيأدى بهم الى الموت شهداء فكان هذا أمرا راسخا فيهم اشتركوا في القناة